تساءل النائب عبد الكريم عبطان عما إذا كانت هناك قوة قاهرة أقوى من الدولة ولا تتمكن الدولة بسببها من فرض سيادتها ويعادة النازحين علينا أن نصحح الأخطاء وعلينا أن نشخص الخلل وعلينا أن نقول من الذي يمنع بعودة النازحين في تلك المناطق هل توجد قوة قاهرة أقوى من الدولة لا تستطيع الدولة أن تفرض بسط أمنها وزيادتها في تلك المناطق لعودة النازحين علينا أن نعترف وعلينا أن نقر بأنه لربما في هناك ناس أقوى من الدولة وهذه كارثة بالنسبة للدولة نحن مع بسط الأمن مع سيادة القانون مع أي هيبات الدولة مع الخوف من أي شيء مجهول لربما يضر بالدولة أو يضر بالنظام المجتمعي